أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي سيتم إطلاقهما قريبا سترسلان أو سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية مبادرة السعودية الخضراء هي جزء من رؤية 2030 لولي العهد السعودي لخفض اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط وتسعى السعودية لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود القادمة في إطار حملة لخفض انبعاسات الكربون ومكافحة التلوث وتظهور الأراضي كما ستعمل السعودية مع دودة العربية عدة على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 40 مليار شجرة أخرى وهو ما وصفه ولي العهد السعودي بأنه سيكون أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم